موسيقى نشرة أخبار منتصف الليل من الوطنية الأولى والبداية بالعنوة وصول كمية هامة من المساعدات الطبية من المغرب وإيطاليا وسويسرا لدعم المنظومة الصحية الوطنية في مجابهة كورونا وزارة الصحة ترخص للصياد لأول محاضرهم في إجراء الحقن والتلقيح مع التجديد على استعمال معدات معقمة وحقن ذات استعمال واحدة ومجلس وزاري مضيق يقر مجموعة من الإجراءات في مجالات التنمية والاستثمار والنقل واللوجستيك والبيئة والتشغيل لفائدة ولاية السفرس تحية طيبة لكم جميعا أهلا بكم بسبب الوضع الوبائي المتأزم الذي تمر به تونس يتواصل المد التضامني من عدد من الدول الصديقة والشقيقة على غير المغرب وإيطاليا وسويسرا التي أرسلت مساعدات طبية للمساعدة في مواجهة هذه الجائحة بمن إرادة حالة اليوم دفع أولى من المعدات والمستلزمات الطبية الممنوحة من إيطاليا لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 المساعدات تتكون من خمس حاويات مقسمة بين صفون متعددة تحتوي على أجهزة التنفس الصناعي والأقنع الواقية والقفزات والعباءات الجراحية والمواقمات بحسب ما ذكرته سفارة إيطاليا بتونس أنا سعيد بوجود هنا اليوم هذه سفينة من ثلاث سفن ستصل تونس هي خمسة وعشرون طن من المساعدات وعربون صداقة ومساندة وأخوة مع الشعب التونسي فإيطاليا هي إلى جانب تونس مدتنا اليوم بكميات هالة من معادات الطبية والوسائل والوطاية الفردية هذه جزء أول ومزال جزء ثاني إن شاء الله اليوم الاثنين شك الجزيل إلى إيطاليا وكل من ساهم في معادتنا في مجابات هذه الجاهة ومن المنتظر أن تغادر بقية السفن الإيطالية في الأيام القليلة المقبلة لتسليم بقية المساعدات بحمولة جملية بخمسة وعشرين طن سويسرا شاركت أيضا في هذا المد التضامني الإنساني وذلك بحلول طائرة عسكرية سويسرية محملة بمعدات ومسلزمات طبية وأجهزة أكسجان دعم لجهود تونس في مواجهة هذه الجائحة سويسرا سعيدة بمساندة تونس في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها بسبب كوفيد ونرجو أن تمر هذه الوضعية بسلامة ومن بين المساعدات تجهيزات للإسعافات ومنها أجهزة التنفس استناعي وتعديدة الاختصاصات ومكثفات أكسجان ستقوم وزارة الصحة بتوزيعها بالتعاون مع عمادة الأطباء في تونس كما ساهمت المملكة المغربية شقيقة في هذا المد التضامني بثلاث طائرات عسكرية في إطار الجسر الجوي الذي أقرته المغرب لتركيز مستشفى ميداني بتونس هذا المد التضامني قالت عنه رئاسة الجمهورية إنها ممتنة لكل هذه المبادرات النبيلة التي تجسد متانة علاقات الصداقة والتضامن بين تونس وهذه البلدان الصديقة والشقيقة وجرت عسر أمس الجمعاء مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس السعيد برئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو متاريلا وتوجه سعيد بخالص الشكر لإيطاليا قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب تونس في مواجهة جائحة كورونا من جانبه أشار الرئيس الإيطالي لأن إيطاليا لن تنسى وقوف تونس إلى جانبها عند اجتداد الأزمة الصحية يسنة الفارطة وفد بأنه سيتم توجيه كمية مهمة من جرعات اللقاح إلى تونس بعد إبرام اتفاق في الغرض خلال الأسبوع المقبل بين وزارة الصحة الإيطالية وأحدى الشركات المصنعة على اللقاحات كما تناولت المحادثة العلاقات التاريخية بين البلدين صدر بالرأد الرسمي عدد ستين بتاريخ الخامس عشر من جولي الحالي قرر وزارة الصحة المتعلق بضبط الترخيص للصيادلة أو لمحاضرين في إجراء الحقن وتلقيح طبقا للفصل الأول من هذا القرار رخصت وزارة الصحة للصيادلة إجراء الحقن بمقتضى وصفة طبية بالنسبة للأدوية المصنفة بالجدول ألف وبا وجيم ودون وصفة طبية بالنسبة للأدوية غير المدرجة بهذه الجداول كما رخصت للمحاضرين في الصيدلة إجراء الحقن وتلقيح وفقا لنفس شروط الفصل الأول ولكن تحت مسؤولية الصيدلة وبشرط أن يكونوا محرزين على شهادة في المقدر المهنية من قبل وزارة الصحة وتسلم شهادة في المقدر المهنية من قبل وزارة الصحة للمحاضرين في الصيدلة الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مهنيا يكونوا خاتمة لمرحلة دروس النظرية وتربس تطبيقي تنظمه وزارة الصحة لفائدتهم بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيدلة وشددت وزارة الصحة في هذا القرار على ضرورة أن تجري الحقن وتلقيح داخل الصيدليات وباستعمال معدات معقمة وحقن ذات استعمال واحد ودعت إلى تسجيل كل الحقن وتلقيح بدفتر خاص يكون مؤشرا وموقعا بالأحرف الأولى على جميع صفحاته من قبل الصيدل المتفقت يبين به هوية الطبيب الذي وصف الحقن أو عند الاقتضاء تلقيح وهوية المريض ونوع الدواء ونوع التلقيح المستخدم وكافية الحقن أو التلقيح خطوة استراتيجية أخرى نسقتها وزارة الصحة مع الصيدلة حتى تنخرط الصيدلية في الحملة الوطنية لتلقيح ضد كورونا لتسريع نسق تطعيم تونسيين عبر تقريب خدمة تلقيح الصحية من المواطنين وتوفير عناء التنقل عليهم مشاركة الصيدليات الخاصة في عمليات التلقيح تبقى رهين تسريع وزارة الصحة التحذيرات اللوجستية لانتلاق العملية فعليا بهدف مزيد التسريع في نسق التلقيح ستشارك الصيدليات الخاصة في حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19 في الفترة القادمة حسب الأولويات المضبوطة من وزارة الصحة هذا بأكده رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة حاجة المبدأ العام من تلقيح هو يبقى ديما حسب المنظومة تلقيح الصيادلة يقبلوا كان الناس المسجلة على منظومة ايفاكس لكن في الايفاكس يقبلوا عندك حرية الاختيار الصيدلية اللي بحذك وإلى اللي تختارها أنت ولا حسب أنت المواطن كل واحد وشيحب ثانيا بالصيادلة يدخلوا على المنظومة هذه والمينصة هذه وينظموا العمل ثالثا العملية التوزيع تصير كأنها دواء في القطاع الخاص اللي هو الوزارة باش تمدنا بالطلاقيح زملائنا الموزنين بالجملة هم باش يقوموا بالتوزيع على كامة رب الجمهورية والعملية دي باش ننظموها أكثر مع الوزارة وأكد رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أن على الوزارة التسريح في التحذيرات اللوجستية لضمان سير هذه العملية في ظروف ملائمة يبقى أنه اليوم فيما تحذير اللوجستي اللي هو مازال ياخذ شوية وقت وإحنا ماذا بنا نسرعوا فيه مع الوزارة وإحنا على ذمتهم لكن يبقى الكورة عندهم هما هما لمطالبين اليوم باش يسرعوا في النصاق مش أحنا وأكد محدثون أن انخراط الصيدليات في هذه العملية هو اختياري وليس إجباريا مع احترام الأولويات التي تثبتها منظومة إيفاكس صيدليات عندهم إمكانية كبيرة باش ينجموا كل يوم يعني مطالقيح بكمية كبيرة برشا خاطر العدد صيدليات كبير عنا 2400 صيدليات اليوم إن شاء الله ينخرط العدد الأكبر خاطر الانخراط تروا التلقائي معناها العملية هذه تلقائية كل إنسان يشوف في روحه الكفاءة وإلا يشوف في روحه الاستعداد خاصة باش يقوم بالعملية هذه لازم يقوم بها احنا نشجعوا فيهم باش يقوموا بها يبقى أنهم بعد ذات رأي العملية اختيارية ما هيش إجبارية ويبلغ العدد الجملي للصيدليات في تونس 2400 صيدلية وقد يساهم إنخيراتها الكاملة في الحملة الوطنية للتلقيح في بلوغ نص موهمة من الملقعين خاصة وأنها ستساهم في تقريب عملية التلقيح للمسجلين وتوفر عنها التنقل تم في إطار مجلس وزري مضيق بإشراف رئيس الحكومة خصصة لدفع تنمية بولاية أسفاقس تم اتخاذ حزمة من الإجراءات في عدة مجالات اقتصادية تعلقت بالنقل والجوانب اللوجستية كما شملت مجالي الاستثمار والبيئة والتشغيل أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في مستهل المجلس الوزرية حول ولاية أسفاقس أن الحكومة اعتمدت على منهجية تشاركية في حكمة ملف التنمية الجهوية تقوم أساسا على تواصل مباشر مع الجهات من خلال تركيز فرق عمل حكومي تنقلت ميدانيا وعملت بالشراكة مع الإطارات الجهوية انتهي لمجموعة من التصورات والقرارات التي من شأنها تدفع مسيرة التنمية على مستوى الجهات حيث تقرر بخصوص تطوير ميناء الصخيرة استئناف دراس المخاطط المديري لتطوير الميناء باتجاه جعله قطبا مينائيا متخصصا في المواد البترولية والكيميائية والبضائع الصلبة وتملئذ بالمصادقة على مشروع المثال المديري للميناء التجاري بسفاقس بهدف تخصيص المحطات المينائية حسب تنوع الأنشطة مع الأخذ في الاعتبار تحويل بعض الأنشطة إلى ميناء الصخيرة بعد تهيئته كما تقرر بخصوص تدعيم النقل الجوية لسرع في إنهاء دراسة للتخفيض والعفا من المعاليم الستوب جبال مطبقة على شركة الطيران بمطار اسفاقس وذلك في طريق تنشيط الحركة الجوية بالمطارة إلى جانب تطوير الخطة الجوية الرابط بين مطار اسفاقس بفرنسا ما بعد الجائحة كوفيد-19 وبخصوص شبكة متروس فاقس تم الإذن من الانتلاق الفعلي في إنجاز الشبكة وذلك من خلال الأعلان عن طلب عروض دولي في غضون الثلاثية الأخيرة من سنة 21-2000 في سيغة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والإسرائي في استكمال اتفاقيات تحويل الشبكات مع مختلف المستلزمين تمهيدا للشروع في الأشغال الإذن للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بالانتلاق في دراسة أحداث الخطوط الحديدية السريعة لأحواز اسفاقس الشمالية والجنوبية وإنجاز محطة للنقل المتعدد للوسائط فضلا على الإذن في الانتلاق بنقل مستودعات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية واستغلال الفضاء في أحداث محطة وتعزيزا للأسطول البحري لفاك العزلة عن جزيرة قرقنة وتنشيط المنطقة الصيحية تقرر خلال الجلسات هيئة أرصفة الرسوة الخاصة بالجزيرة بميناء سيدي يوسف وبموقع سيدي فرج بكلفة تقدر بحوالي 2 مليون دينار مع برمجة اقتناء سفينة ثانية خلال سنة 2200 وأخرى خاصة بالنقل الصحية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك وبخصوص الجانب اللوجستي تم الإذن بأحداث شركة النهوذ باللوجستية تتولى الإشراف على إنجاز الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية بدءا بجرغور وأبو شمة وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص المجلس الوزري المضيق حول ولاية السفاق ستخذ أيضا إجراءات في عدة قطاعات أخرى من أبرزها القطاعين الصحي والبيئي تناول المجلس الوزري المضيق حول ولاية السفاقس فيما يهم الجانب البيئي الشروع في الغلق التدريجي لمصبع غارب والإسراع في إحداث مركز جهوي لتثمين النفايات والمساهمة في تمويل مشروع بلدي مشترك لتثمين نفايات بلجها بمشاركة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى جانب الإذن بإنجاز دراسة حول مجابهة التلوث وإعادة تأهيل سواحل الشمالية لولاية السفاقس مع تخصيص مبلغ 200 ألف دينار لتهيئة منتزه ترفيهي بطينا كما أذن المجلس الوزري بخصوص المشاريع البديلة بالانطلاق الفعلي في إنجاز مكونات القطب الاقتصادي البديل لمعمل السياب بسفاقس بكلفة 145 مليون دينار وسيتم في الإطار ذاته الإذن للوكلة العقرية الصناعية للانطلاق في إجراءات تهيئة المنطقة الصناعية ضيعة زروق بمساحة حوالي 212 هكتار في أقرب الأجل كما تقرر بهدف دفع الاستثمار الخاص إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لدى المجلس الجهوي مخصص لمجالي التنمية والاستثمار وذلك لفائدة المعتمديات الأقل حظا يخصص للمشاريع البنية التحتية من جهة ولتشجيع الفلاحين والبحار الشبان ومساعدتهم على اقتناء المعدات اللازمة لممارسة نشاطهم من جهة أخرى فضلا عن إسناد ألفين قرض لدفع الاستثمار الخاص بمختلف مناطق الولاية يتم تنويلها عبر البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي مجال التشغيل تم الإذن بسد الشغورات بالمؤسسات البترولية والطاقية بلجها في إطال تلبية الحاجيات ودعوة مؤسسات انتاج الطاقة بلجها إلى دعم مجهودات التشغيل إلى جانب ضبط برامج ومجالات تدخل شركة البيئة والغراسات والبستنة بسفيقس بهدف خلق موات شغل جديدة إضافة إلى سد الشغورات بالمؤسسات والمصالح العمومية والإذن بتحويل اعتماد سنوي قدر خمسة مليون دينار بعنوان التنمية بجزيرة قرقنا في إطار تفعيل اتفاق الثلاث والعشرين من سبتمبر ست عشرة وألفين حول التنمية بالجزيرة أما في المجال الصحي فقد تقرر دعم مراكز تصفية الكلاب المؤسسات الصحية وإعطاء الإذن بتزديد الحاجيات المستعجلة للمستشفى الجامعي لحبي بورغيبة بكلفة تنهز تسعة عشر مليون دينار وإعطاء الإذن بتزديد الحاجيات المستعجلة للمستشفى الجامعي الهدي شاكر بكلفة جملية تنهز خمسة مليون دينار كما تم إعطاء الإذن لوزارة الثقافة لإنجاز مدينة ثقافية بمدينة سفيقس بالتنسيق مع بلدية المكان ودعوة وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني إلى برمجة إنجاز مشروع المدينة الرياضية باسفاقص على مراحل وتركيز ملعب يتسع لأربعين ألف متفرج نختم بالرياضة اختتم المنتخب الوطني للكرة الطائرة عاشية أمس الأول تحضيراته بقصر رياضة بالمنزة استعدادا لخوض غمار الألعاب الأولمبية التي ستنطلق بعد أيام بالعاصمة اليابانية توكيو وسيواجه المنتخب في المباراة الأولى البريزيل قبل ملاقاتي كل من فرنسا والولايات المتحدة والأرجنتين وروسيا نحن ذلك كرة الطائرة هي المنتخب الوحيد لرياضات جماعية بش نمثل مشكل رياضات جماعية بش نمثل قارتنا بصفة عامة بصفة عامة بش نمثل فريقيا ذلك ما قلت لك معناه بشيكون تحدي نحن تشانا إن شاء الله ماشينا نكون قد مسؤولية معناه نقدم كرة طائرة باية وإن شاء الله فما كان الخير إن شاء الله نحاولوا احنا كفريق بش يقدم مستوى طيب في الألعاب هذي نعرفوا مهمة صعيبة بش نقول لك مستحيل لأنه بش نرعبوا ضد أقوى أربع فرق اللي موجودين إن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله نوصلوا ونحقوا لليزوبجكتيف اللي يحطينه قودة ربي إن شاء الله لبس اليوم نختموا تحذيرات منتخب حاضر مية بالمية الأفناش اللاعب اللي اختارهم المدرب الوطني كلهم حاضرين جاهزين التحذيرات كانت على أحسن ميورام الدعم متواصل من وزارة شؤون شباب ورياضة واليوم ديور نحب نشكر السيدة وزيرة اللي جاءت بش تسلم على الأولاد وكان معناه معاها حديث مطور مع اللاعبين اليوم جينا وسلمنا عليهم ولكن نحكينا في بعض الأمور الأخرى العالقة الخاصة بلاعب المنتخب الوطني ووضعية خاصة بلاعب المنتخب الوطني تونسي هكا التحاور والتواصل مع اللاعبين لأنه فيما أشياء ممكن تكون عالقة اللي تتمثل لعب ذهني على ملاعب اللي بيش يكون موجود في منافسات أولمبية كبيرة في حجم كبير نعرف الضغط اللي مصلت على ملاعبية هذية ونعرف أيضا أنه فمك الإعداد الذهني والتركيز الذهني والراحة الذهنية المطلوبة في مثل هذه المنافسات أنك تتواصل مع الملاعبية ممكن لحل بعض الأشكاليات اللي عالقة إلى التذكير بالعناول وصول كمية هامة من المساعدة الطبية من المغرب وإيطاليا وسويسرا لدعم المنظومة الصحية الوطنية في مجابات كورونا وزارة الصحة ترخص للصياد لأولي محاضريهم في إجراء الحقن والتلاقيح مع التجديد على استعمال معدات معقمة وحقا ذات استعمال واحد ومجلس وزاري مضيق يقر مجموعة من الإجراءات في مجالات التنمية والاستثمار والنقل واللوجستيك والبيئة والتشغيل لفائدة ولاية السفرس وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة ودي النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة تونسية تونسيا تيفي بوانتيان ليلة طيبة للجميع كنوا بخير دائما إلى اللقاء موسيقى